اشتركوا في القناة مش مزبوط فالحقيقة خادم الرب معايا احتد في روحه وبص على الاخ وقال له الواجب تنهر الولد فالأب بكل الشهامة رح واقف ورح حاضن الواد ويديه لبوسة عزائي المشاهدين رحب بكم وحييكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج مدرسة الحياة عزائي المشاهدين في هذه المدرسة الرائعة المدرسة اللي لو عرفنا بحس روحي مين هو اللي يعلم فيها مين هو المنهاك فيها ومين هو الذي يحتضننا داخل مدرساته لعلمنا تماما أن دروسنا دروس ناجحة دروس هادفة ودروس مصيرها هيكون مصير أبدي علشان كده بشجعك اليوم وانت معنا وانت في مدرسة الحياة خد درس جديد اتعلم فكر جديد وخل الرب يصحح مواضيع خطأ في حياتك وخل الرب يديك دفعة جديدة لأمور وفضائل روحية عميقة تتمكن فيك عزيز المشاهد معنا خادم الرب المبارك أخي وصديقي حبيبي خادم الرب السيد جون قسطنطين مرحب بك أهلا شكرا أهلا بك قد إيه فرحانين تكون معنا في مدرسة الحياة شكرا السيد جون ممكن بس مشاهدين يعرفوا مين هو خادم الرب جون قسطنطين أنا أصلا من لبنان تركت لبنان من زمان يجوز حوالي أربعين سنة وحاليا ساكن في أمريكا في ولاية ألباما أخدم كنيسة عربية في بيرمينغام أهلا بك وشرفتنا وتشجعنا كتير جدا جدا بوجودك السيد جون الحقيقة أنا مثقل النهاردة نقف قدام موضوع من مواضيع الساعة ولما بقول موضوع من مواضيع الساعة لأنه التكنولوجيا بتزيد التقدم العلمي ماشي بسرعة الفضاء وسرعة الصوت كل حاجة متقدمة لكن في حاجة بتتنازل وتتهاوى وتتراجع رسول بوليس في نهاية كرونسوس الأولى صحة 12 بوليس كان بيتكلم عن طريق أفضل طريق أحلى بيقدموا الروح القدس للكنيسة بيقدموا لنا كأفراد بيقدموا لأسرنا واهتمامه بالإنسان كتير قوي 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 أنه يعيش في حياة فضيلة وحياة حقيقية صادقة فبدأ أصحاح 13 يتكلم عن هذه القثارة قثارة المحبة وقال مهما كان عندنا من وزنات مهما كان عندنا من مواهب فهذه المواهب لابد أن تكون متحركة ناضجة مثمرة مستخدمة من خلال المحبة وبدون المحبة لا ينفعوا شيء بعدين الرسول ابتدى يتكلم عن هذه الفضائل وإزاي تقدر تطبق في حياتنا فقال أنه المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر المحبة لا تنتفخ وبعدين قال أن المحبة لا تقبح والحقيقة أنا هزتني يعني كلمة لا تقبح هزتني بشوف أنا معرفش هل إحنا متفقين ولا أنت عندك فكر آخر بشوف أنه التقدم العلمي طالع التقدم التكنولوجي طالع الفضاء الكل ده طالع بينما الأخلاق بتتهاوى فالروح القدس رأى أنه فيه في العالم الإنساني مصيبة اسمها تقبح أنا سؤالي لك أنا قلت تعليق من شوية دخلت بيت وبعدين الولد قال كلمة سفيها طفل عمره خمسة سنين فالأخ خدم رب اللي معايا قال للأب انهار الولد فرح قيم زي الغدانفر ورح حاضن الواد ورح بيس إيه رأي أنت وعم تحكي الحقيقة بحب أقول عن فكرة مدرسة الحياة لأنه هي بالحقيقة مدرسة ومدرسة الحياة ليس ما اتفق عليه الناس لكن من مناهج ومن مبادئ في الحياة واللي بتختلف من مجتمع لآخر لكن الكتاب المقدس وحدة من ميزاته أنه فوق كل المجتمعات بمعنى أنه يطبق على كل المجتمعات بإمكان أي مجتمع أي مستوى في مجتمع ممكن أن يقرأ الكتاب المقدس ويستفيد منه وينمو فيه ويتعرف على شخصية المسيح اللي موجودة في الكتاب المقدس لهذا السبب قال الرسول بولوس أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ما لم تتعلموا العقائد هكذا أو أي موضوع آخر لكن فورا وجهنا إلى شخص وهنا نجد الاختلاف الكل بين تفكير المجتمع من حيث التقدم في التفكير والأخلاق والمشاعر وبين ما يعلمه الكتاب المقدس المجتمع ما عندهش إنسان ما عندهش شخص اللي يربط الناس فيه ولهذا الأخلاقيات وأفكار المجتمع تختلف من عصر إلى آخر من قرن إلى آخر وهذا شيء موجود في تاريخ الإنسان لكن بدخول الرب يسوع إلى تاريخ الإنسان وإلى حياة الإنسان أوجد للإنسان منهج بكامله اللي محصور في شخص الرب يسوع ومثل ما قال الرسول بولوس ليكون هو متقدما في كل شيء بمعنى أنه الرب يسوع على الإنسان على الإنسان المؤمن أن ينظر إلى الرب يسوع ويتبع الرب يسوع حتى النهائي والرب يسوع ليس واحد من الخيارات التي نتبعها التي تهدف إلى الحياة لكن هو كل الحياة بجملتها ولهذا السبب هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة فجمع كل شيء بشخصه فنقطة الضعف عند المجتمع هو نقطة الضعف كبيرة كأنها عطبة بالحقيقة له طرفين الطرف الأول رفض يسوع الطرف الثاني اختلق لنفسه أسلوبا وطريقا آخر وهذه كانت الحقيقة مشكلة كبيرة عند الشعب في العهد القديم ولهذا السبب بتقول النبوة الشعبي عامل خطيئة ثانية الخطيئة الأولى تركوني أنا لينبوع الحي والخطيئة الثانية حفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء وهذا اللي منشوفه بالمجتمع اليوم ولهذا السبب لما لا تضبط ماء معناته ضروري أنه دايما نحط فيها شي جديد ودايما عم تتغير وهذا اللي منشوفه في المجتمع اليوم فيظن الإنسان أنه بتغيير المبادئ والأخلاقيات هو يتطور إلى ما هو أفضل لكن كلمة الله بتقول أنا أريكم طريقا أفضل بمعنى أنه ما في شي تاني الذي يرينا طريقا أفضل إلا شخص الرب يصول أخد شعون خلينا نقف قدام أنا هرجع تاني لكيف نتعامل مع أولادنا في بيوتنا إزاي نعذبهم لكن أنت أثرت نقطة بني إسرائيل لما مشوا في طريق البرية وبعدين فجأة الله استدعى موسى وموسى صعد على الجبل علشان يأخذ لوحي الشريعة الشعب بدأ يتجه إلى عايز واحد يمشي قدامه لأنه هم مش متوقعين أن الله هو الذي يقودهم بل موسى الذي يقودهم موسى اختفى هارون مش قادر يغضر مهمة كاملة فقالوا لعمل لنا عجل القضية مش في العجل رغم أن دين طبعا كانت مصيبة لكن يقول أن الشعب ابتدى يقوم يرقص وبعد كده ذهبوا إلى اللعب واللعب يعني السفاهة أو النجاسة فتخيل أنه وصل الأمر بالشعب أنه يصل إلى هذه السفاهة النجاسة اللي بكل تأكيد كان جاب بعض منها من أرض مصر وهو راجع لما أنا بشوف هذا المشهد هل الإنسان بسهولة بسهولة يقدر ينزلق إلى النجاسة يمكن أنت لمحت لمحة حلوة وقلت أنه إذا لم يكن المسيح سيدا فلابد أن يكون سيد آخر فاللي إحنا بنشوفه الأيام دي في المجتمعات الشبابية وخلينا نرجع للبيت مرة تانية لكن المجتمعات الشبابية يعني لما أنا بشوف جروب طالع مجموعة طالعة شباب سنتين إيج بعدين فيتداول بينهم نكات قبيحة أفشات سخيفة ومعتبرين أن ده جزء من الفن يعني ما تقرفناش ما هو إحنا الكنيسة كنيسة أو الترنيم ترنيم بس برضو يعني إحنا مش هنعيش مكتمين يعني إيه رأيك في الكلمات السخيفة القبيحة اللي هو زي ما قال عنه يقبح فإيه رأيك فيه النصيحة لتقدمها الحقيقة في وضع كأنه مرض متفشي أبيديميك يعني مرض اللي متفشي بكل البلد بكل العالم اللي هو بكل بساطة الإنسان حتى الإنسان المؤمن لأنه لغير المؤمن رح نتركه بحاله لكن موضوعنا وهدفنا وتركيز أفكارنا هو الإنسان المؤمن اللي بيقول أنه الرب خلصه ويريد أن يتبع المسيح وهنا بالنسبة لهذا الإنسان مرات كثيرة تنتهي موضوع التركيز على كيف نتبع المسيح والبعض يأخذها إلى خطوة أخرى ويقول أنا أتبع المسيح بذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد بإعطائي بعض الفلوس بالقيام ببعض الأعمال الدينية لكن خلال الأسبوع أنا بحالي والكنيسة بحالها وهي بالحقيقة أيام أشخاص حكوا ليها مباشرة يوم الأتنين يختلف عن يوم الأحد مأكد يعني مثل ما نقول مرات في لبنان يوم إلك يوم لرب والعالم كله مركب على هذا النوع من التفكير وكأنهم يغطون الشعور بالذنب نحو ما هو دين لهم بذهابهم إلى الكنيسة بأعطائهم الفلوس بأعطاء الفقراء والمحتاجين وإلى ما هناك من أعمال خيرية يظنون أن في الأعمال تشكل الحياة لكن بالحقيقة هي الحياة التي تشكل الأعمال فلما بيكون هناك كلام سفيه ولسيما بين الشبيبين عندي إحساس أن هذا الكلام لم يجدوه في الهواء لكن سمعوه في مكان آخر ومرات كثير الكلام هيدا ما سمعوه في الطريق بين الأصحاب والرفقة لكن بيكونوا سمعينه بالبيت وهنا التضارب في نوعية الحياة عند الأهل ولهذا أضع الملامة عند الأهل وليس عند الأولاد لأن إذا الأهل بنوا البيت الصحيح يكون بإمكانهم أن يقودوا الأولاد ليس إلى حياة كاملة ولكن إلى حياة متقدمة نحو المسيح هنرجع تاني لأن النقاش ده مهم جدا جدا وفي حاجات لازم نقف قدامها هناخد فاصل قصير عزاء المشاهدين ابقوا معنا يمكن أنت أب بتعاني من مشاكل نقول عنها سفاهة أو نقول عنها كلام قبيح أو كلام استهزاء غير مقبول يمكن أنت أم بتعاني من بنتك بهذا المشهد أو يمكن أنت أب وأم مثال غير مقدس لولادك أنا مش بدينك لكن بقولك خطخة وحقية اشبع قلبك لكي تسلك كما يحق لإنجيل المسيح يبقى معنا عزيز المشاهد هرجع لك بعد لحظات من مدرسة الحياة ونحن نتحدث عن المحبة التي لا تقبح اتصل بي شاب من مصر ومازال بيوصلني الحقيقة وهو بيمر بمشكلة الشيزوز جنسي مرات منفكر كأهل منفكر أنه أفضل وأسهل علينا أن نحطم أولادنا ونعاملهم كأطفال خلينا نتكلم عن دور الكنيسة إزاي الكنيسة تكون عامل انضباطي في حياة الشباب أنا هسأل سؤال شوي حساس وأنا بعتذر قبل مسأله إذا كان يجرح أي حد عزيز المشاهدين برجع لكم مرة تانية من برنامجنا مدرسة الحياة ومعنا ضيف عزيز على قلبنا خادم الرب دكتور جون قسطنطين برحب بيك سيد جون شكرا وست جون كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الشباب والشباب أنا أكتر ناس بعزهم وبحبهم وبشكر رب لأجل شباب الكنيسة عندي ربنا مديني أحلى شباب موجود على الكرة الأرضية أنا أيمينة بعنيها من كل قلبي شباب زي الورد حب الرب عيال أطقياء عندهم غيرة كبيرة جدا على على الرب في حياتهم لكن أنا ما أرى كخادم بلف في كل حتة أو بشوف يعني إيه النصيحة التي نقدر نقدمها لأولادنا تين إيج أو بداية عمر الشباب اللي هو سن المراحقة وعمر الشباب وهما بينهروا وينحرفوا مع الكلمات السفيهة الكلام القبيح بدون ما يتوقع يمكن حضرتك قلت أن البيت مصدر قد يكون البيت فيه كلام سفيه بيطلع فبيتاخد إيه المصادر التانية وإزاي نقدر نتحشها بهذه الأيام طبعا السيسرائف الإنترنت عم تلعب دور كبير في حياة الشباب والشبيبي وحياة العالم كله الإنترنت غيرت العالم تفكير العالم التواصل العالم اكتشافات العالم وللشدة الأسف ما هو سيء موجود أيضا على الإنترنت فممكن أنه نراقب مثلا أولادنا أو شبابنا ويكونوا تحت مراقبة في كل ما يفعلوه وينظروا إليه لكن هذه ليس حياة لأنه نحن ليس عايشون في نظام حاكم بتفاصيل حياتنا يكون أفضل كثير أن يكون الحافز من الداخل من داخل الإنسان ولسيما الشاب والشابي في اتجاهات حياتهم وما سيسمحوا للدخول به للدخول إلى حياتهم إلى قلبهم وأفكارهم وما داخل الإنسان هي من العين والأذن فما تراه العين مثل ما بقولوا بعض الإحصائيات بقولوا كل يوم الإنسان العادي بيشوف حوالي عشر تلاف دعاية حوالي بطريقة أو بأخرى مش الدعايات الكبيرة لكن ممكن تكون على ورق أو على الإنترنت أو في أماكن أخرى هذه العين بتشوفها ما فينا نغمض عينينا لكن علينا أن نواجه الواقع ولهذا السبب يجب أن يكون الحافز من الداخل ولسيما عند الشباب الشباب في مرحلة اكتشاف يريدوا أن يكتشفوا كل شيء يريدوا أن يختبروا ويتحدثوا ويتساءلوا عن كل شيء مرات بفكر الأهل أن أولادنا مجرد أنه قلنا لهم هذا مش شغلك أو أنت أسكت وروح بحالك هذا يكفي لكن الحقيقة اللي بيصير أنه الولد سيذهب ويفتش على ما منعه عنه أهلهم فيفتشوا عليه من الأصحاب من الإنترنت وبعدين بيصير في نوع من التفاعل مع ما تراه العين وتسمعه الأذن وبعدين بيصير فيه هناك انجذاب نحو أمور كثيرة اللي موجودة على الإنترنت طب إزاي إزاي إيه اللي نقدر نقدمه من نصائح لو إحنا قلنا شاب مغلوب اتصل بي شاب من مصر ومازال بيوصلني الحقيقة وهو بيمر بمشكلة شزوز جنسي وفي سرع وكل مرة يبعث لي يقول لي أنا بموت بابا أنا متعذب بابا أرحمني وكلام أنا أقرى الكلام وعدكي إيه اللي يقدر يملى دلوقتي أنا كشاب لسه في مجال الاكتشاف أو أنا يونج صغير في مرحلة المراقة إيه اللي يقدر يملى الفراغ عشان ما تيجي حاجة تدخل ما تلقل هاش مكان إيه اللي نقدر نقدمه لولادنا نقول لهم نعمل واحد اتنين تلاتة اربح حاجة مثلا بينما الأولاد عم بينموا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ينتقلوا بتفكيرهم وبنظرهم للعالم حولهم في مرحلة الطفولة والأولاد ينظروا إلى أهلهم كأن الأهل هو عالمهم بالكامل في مرحلة المراهقة يكتشفوا أن هناك أصحاب ويتغير الولاء باتجاهه وينقصهم من البيت إلى الأصدقاء بين البيت والأصدقاء ويجدوا أن هناك تقبل لهم من الأصدقاء مرات كثيرة أكثر من البيت فالولاء يصير جزء أكبر منه نحو الأصحاب وتقل التقرب من الأهل فكأنهم اعتمدوا أن البيت دائما موجود لكن هناك ما هو أفضل الذي هو الأصحاب والآخرين فبصير عملية الاكتشاف من الأصحاب ونجد الشبيبة تبتعد أكثر فأكثر عن البيت فما هو دور الأهل لا يمكن للأهل أن يعاملوا أولادهم المراهقين كأولادهم الصغار كأطفال كأطفال فيجب على الأهل أن يتغيروا بتفكيرهم وبتقربهم من الشبيبة أفضل بكثير على الأهل أن يصادقوا يصاحبوا يتقربوا ويمشوا إلى جنب شبابهم وبناتهم وكأنهم يكتشفوا معهم هذه المرحلة من حياتهم يسمعوا لهم يعني يعطوهم فرصة حتى يسمعوهم ليس لانتهارهم ولقمعهم ولتحطيمهم مرات من فكر كأهل من فكر أنه أفضل وأسهل علينا أن نحطم أولادنا ونعاملهم كأطفال لكن أفضل بكثير الحقيقة لأن مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية لن تستمر مدى الحياة تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج والرجولة والمسؤوليات في تلك المرحلة فالبيت لدور أنه الأب يكون قريب من ابنه يصدقه يسمع له ويوجهه الأم تكون صديقة لبنتها بدل ما هي دايما منتهراها أنت غلط أنت غلط أنت غلط أنت غلط لتصرفك رديق أنت تجننتي لا تقرب منها وتصدقها وتسمعها وفي نفس الوقت توجهها والموجه الحقيقي هو كلمة الله يعني أنما بوجه من خلال الكلمة المكتوب هيكون لي عمق كبير جدا جدا دا دور دا دور البيت خلينا نتكلم عن دور الكنيسة إزاي الكنيسة تكون عامل انضباطي في حياة الشباب هذا السؤال المهم جدا الحقيقة ولسيما في مجتمعاتنا العربية رح أقول مش الشرقية لأن الشرق والغرب قد التقياه ونجد ناس من الشرق موجودين في الغرب ونجد أشياء كثيرة من الغرب موجودة في الشرق ومرات كثيرة الشرق يكتشف الغرب قبل الغرب ما يكتشف أمور في الغرب بالضبط وخصوصا بسبب وجود الانترنت سرعة توصيل المعلومات صارت بسرعة هائلة جدا فالاكتشاف يعني بإمكاننا نروح للانترنت نحط أي عبارة أو كلمة أو بعض كلمات وتأتينا عشرات أو مئات المعلومات عن هالموضوع المعين والشبيب كما قلت هم يمروا بمرحلة اكتشاف فما هو دور الكنيسة؟ لشدة الأسف هناك بعض نقاط الضعف الموجودة في الكنيسة وفي قادة الكنيسة علينا أن نصح لها أول هذه النقاط التي علينا الانتباه لها هي أن الحياة لها طرف روحي صح ولها أيضا طرف اجتماعي ولها طرف فكري أعود إلى مثالنا الأكبر وهو الرب يسوع تقول الآية وكان الصبي ينمو في الحكمة له النمو الفكري والقامة النمو الجسدي والنعمة عند الله النمو الروحي والنعمة عند الناس النمو الاجتماعي فإذا الاجتماعيات والجسد والفكر والروح هي النواحي الأربعة التي على كل إنسان أن ينمو فيها فهناك دور للبيت وهناك دور للكنيسة دور الكنيسة بالحقيقة في مرحلة المراهقة لها دور عظيم جدا لأنها تخلق الجو للشبيبة أن يبتعدوا لو صح التعبير عن جو البيت لأنه ربطوا البيت بالطفولة ومرحلة الطفولة ويجدوا في الكنيسة ممكن أن يجدوا هناك عالم آخر تقبلهم واحتضنهم اللي هو عالم المراهقة والشبيبي فإذا الكنيسة أرادت أن تكون ناجحة على الكنيسة أن تفتش كيف ممكن أن أغذي الشباب في هذه النواحي الأربعة في المرحلة الاجتماعية الكل يتعاطى مع بعض الكل يجتمع مع بعض يتعرف على بعض وفي هذه المرحلة يتعرفوا استعدادا لمرحلة الرجولة أو النضوش لكن هناك أيضا الناحية الفكرية النمو الفكري فالكنيسة مرات من فكر كخدام أنه إذا توجهنا وابتعدنا عن الناحية الروحية كأننا خسرنا شيئا إذا تكلمنا عن الناحية الفكرية مثلا أو الناحية الاجتماعية لكن علينا أن لا ننسى أنه جو الكنيسة يجب أن يقدم ما هو أفضل في كل هذه النواحي ومرات كثير إياه مع عائلات يفقدوا مثلا النمو الجسدي الصحيح الطبيعي ولا ينتبهوا في أهل ما عندهمش الإمكانيات مرات لكن الكنيسة ممكن أن تقدم في هذه الناحية ما هو للخير والأفضل شكرا جدا يبقى إذن الكنيسة لها دور جوهري الجور التعليمي من كلمة الله أزرع المبادئ الروحية فيهم أغذي فيهم الفكر والندوق وهم بيكبروا في هذا السن ينتقلوا من مرحلة لمرحلة أقدر كمان أقودهم إلى البعض عن المعشرات الرضية بأنه ليهم جو حلو جدا في وسط الجماعة تحت عيون ومظلة مشرفين قاربين منهم حقيقة أنا عشان وقت بيجري بتاعنا أنا هسأل سؤال شوي حساس وأنا بعتذر قبل مسأله إذا كان يجرح أي حد عندما تحول كلمات الترنيم إلى كلمات سفاهة كلمات قبيحة يعني أنا تكون كلمات روحية وأفاجأ أن أنا أعد مع حد ويحول الترنيمة إلى وأنا بجد بعتذر لو حد فكر أن أنا عيمين أي حاجة يعني لكن أنا جوايا مجروح يعني كلمات عميقة أنا بحبها بدف فيها أو متأمل فيها وأفاجأ أن هذه الكلمات تحولت إلى كلام فاضي فهل هذا مقبول؟ ممكن أن نتقرب من هذا الموضوع من الناحية البشرية ومن ناحية الناس اللي عم بيتفاعلوا وعم بيتواصلوا مع بعض لكن أريد أن أرفع هذا الموضوع إلى مستوى آخر أرفعها إلى مستوى الروح والناحية الروحية وأقول هذا المبدأ البسيط لأن الموضوع ليس موضوع ناس الموضوع هناك حرب روحية حرب روحية التي يهدف فيها الشيطان أن يحطم الإنسان بطريقة أو بأخرى هدفه ليس لبناء الإنسان لكن لتحطيم الإنسان لتفكيك شخصية الإنسان والعائلة وأي شيء يمط للإنسان بصلة لكي يجذب الإنسان بعيدا عن ما هو أفضل واللي أحك عنه المسيح فلو نجي لموضوع مثل الموضوع الذي ذكرته أقول هذا المبدأ البسيط جدا الشيطان يحاول أن يخليني أضحك استهزئ عن موضوع روحي عميق بطريقة أو بأخرى يتعلق بشخص المسيح فالمبدأ هو التالي إذا اضحكت على شيء لا أعرف قيمة تالك الشيء فيما بعد هذا المشكلة فإذا استهزأت بالإنجيل مثلا أو مرات نحكي بعض النكت عن الله وعن السماء وعن الكنيسة وعن المؤمنين النكت بتخلينا نضحك طبعا لأنه هذا هدفها لكن موضوع النكت إذا كان موضوع يتعلق في المسيح إذا صار بنوع من التواصل إنه إذا اضحكت على شيء الذي يتعلق بشيء آخر فإذا بطريقة من طرق بطريقة غير مباشرة اضحكت على الشيء الآخر أيضا من غير ما أخبر بالي بدون أن أنتبه بزاق بزاق دكتور جاني أنا عارف كان نفسي نطول أكتر في القضية دي لأنها قضية حسزة كتير لكن متأكد إن شاء الله في الأيام اللي جاي يا ربنا هاي خلينا نقف قدام شكرا جدا وجودك معنا عزائي المشاهدين المحبة لا تقبح خلي بالك اللي بيخرج من لسانك خلي بالك اللي بيتطبخ جوه فكرك وخلي بالك اللي طالع من قلبك لو قلبك مليان بحب المسيح هتطلع كلمات مجد المسيح لو قلبك مليان بزبالة ما تسمع وإنت خزنتها جوه هيطلع منك كلام قباح بغض النظر إنت فين جوه الكنيسة برا الكنيسة جوه البيت أب أم جد زوجة زوج إن القباحة بتخرج من أي إنسان بغض النظر سنه إيه فأنا عايز أقولك النهاردة المحبة لا تقبح لاحظ كلمة الله وإنت بتقولها كلمة الله مقدسة كلمة الله هي زات الله عشان كده خلي بالك أنت بإذنك ترنيمة أو إذا كانت في الكلمة أو في الوعظ أو التعليم رب ببركك عزيز المشاهد ولو محتاج تتوب توب ولو محتاج تتشجع تشجع وهو تكلمنا نحب نسمع منك قدامك البريد الإلكتروني عنواننا تليفون اتصل بنا وربي باركك أراك في يوم جديد وحلقة جديدة من مدرسة الحياة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر